و لإلقاء مزيد من الضوء ينضم إلينا من عدنا الناشط السياسي على إيهاب أهلا بك أستاذ علاء أبدأ معك أستاذ علاء قبل قليل كان لدينا خبر أن برنامج الأغذية العالمي يعلن رسميا وقف تعامله مع ميليشيا الإنقلاب كيف رأيت هذه الخطوة وهل أتت متأخرة أستاذ علاء مرحبا بك عزيزي ومساء الخير عليك وكافة طاقم قناة الإخبارية السعودية بداية من على منبر قناة الإخبارية السعودية أود أن أعزي نفسي وأعزي القائد قاسم الجهوري في وفاة أخوه في الحادث الإجرامي الذي حصل اليوم في استهداف القائد قاسم الجهوري وهو قائد كتيبة الملك سلمان وحيث أنه أصيب وقتل أخوه صبر الجهوري نود أن أعزي أيضا أنفسنا ودولة الكويت في وفاة سارة الصباح اليوم وتغمد الله روحها وتغمدها الله بفضل بإذن الله تعالى بالنسبة للخبر الذي أورتموه حول بيان الإخوة في البرنامج الغذاء العالمي في آلية تعاملهم ومن هي الجهة التي يجب أن يقومون التعامل معها باعتقادي أن هذه الخطوة أتت متأخرة تماما حينما طالبنا مرارا وتكرارا في أن عمليات الإغاثة يجب أن تكون مباشرة عبر الحكومة الشرعية التي هي من تتحمل المسؤولية الكافية في آلية التوزيع وفي آلية تقديم المعونات لكل من يحتاج وكل المستهدفين لكن برنامج الغذاء العالمي قام بهذه الخطوة حينما رأى بأن الميليشيات فعلا قد وصلت إلى مرحلة من الضعف وعدم قدرتهم على السيطرة على كافة بما يسمونهم المشرفين الذين يسيطرون على المناطق المتواجدة فيها المستهدفين في توزيع الإغاثة هذا أتى بعد كمية الخلاف الذي وقع ما بين أطراف الانقلاب كميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالإضافة شعورهم بأنهم قادمين على خطوة غير محسوبة وهي محاولتهم العمل بالنهب والسرقة على أكبر حد ممكن فهنا وصل برنامج الغذاء العالمي عبر الأمم المتحدة إلى أنه يجب أن يتم التواصل مباشرة مع الحكومة الشرعية في توزيع الإغاثة نعم أستاذ علاء يعني مركز الملك سمان الإغاثة قدم مشروع متكاملا يتضمن توزيع واجبات غذائية في عدد المحافظات اليمنية شمل هذا التوزيع أربعة وأربعين مدرسة وكان الهدف من هذا المشروع تشجيع الطلاب النازحين للعودة إلى الفصول الدراسية بالتنسيق مع المكاتب وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية هل تتوقع عودة الطلاب الآن بعد هذا التشجيع في الحقيقة يا عزيزي أود أن أقول شيء بأن طلابنا اليوم يذهبون إلى المدارس بثياب قديمة وذلك يعود لسبب مهم وهو عدم قدرة حكومتنا الشرعية بتقديم مرتبات آبائهم على المستوى الأول إضافة إلى أن ذهابهم إلى المدرسة يحتاج إلى تغذية وهناك الكثير من الأسر التي لا تملك ما تقدمه لأطفالها بسبب هذه العسرة التي نتمنى من الله أن تنفرج في أقرب وقت ممكن بعد عودة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرياض بمعية محافظة البنك المركزي منصة القعيطي الذي بادر بخطوة جميلة بفتح حسابات الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخطوة التي أتت بشكل مباشر من مركز الملك سلمان حينما استشعرت بأن الطلاب فعلا يحتاجون لهذه الوجبات التي ستساعد في عودة الطلاب إلى المدرسة للحاق بركب التعليم على كافة المستويات كما يحدث في كافة الدول التي تقدم التعليم للأطفال في كل مكان ونتمنى أن تكون هناك خطوة كهذه في كافة المدارس المتواجدة أيضا في المناطق الغير محررة لتصل هذه الوجبات إلى كافة المسهدفين من الأطفال والطلاب الذي سيمكن الطلاب من العودة إلى المدرسة ويستشعروا بأن فعلا هناك من يود مساعدتهم للحصول على كافة التعليم الذي يسعون للحصول عليه نعم كلام معنا من عدن النشط السياسي على إيهاب شكرا جزيلا لك أستاذ علاء